بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحلقة التاسعة من قرص التأسيس في مبادئ النحوة قواعد الإملاء والخط العربي للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وبنصحكم انكم تتشوفوا الحلقات اللي فاتت تمن حصص قبل كده مهمين جدا هنبدأ بمشيئة الرحمن الحلقة التاسعة اللي هم بيتكونوا من النحوة الإملاء والخط العربي أول سؤال في النحوة المعلماته رحيماته ديت فيها ألف وتاء ودي فيها ألف وتاء من رجع مع بعض أنماع الجامعة ده جامعة نوعه إيه حبيبي؟ أيوة جامعة مؤنث سالم جامعة مؤنث سالم عندنا السؤال التاني الجنود أقوياء جامعة نوعه إيه؟ اللي هو الجامعة اللي ملوش قاعدة الجنود أقوية جمع إيه تكسير جمع تكسير المذاكر السالم والمؤنس السالم وتكسير هنا الفلاحون مجتهدون آخرها وونون وونون تبقى جمع إيه مذاكر سالم ودول ثلاث أنواع للجمع عندنا العصفير وتغرد في الصباح بدأنا بكلمة العصفير والعصفير دي اسم يبقى نوع الجملة إيه بقى نوع الجملة ها اسمية برافو السماء صافية دي جملة إيه بدأنا برضو بالسماء يبقى اللي هي الاسم يعني اللي هي مبتدأ وخبر تبقى جملة إيه اسمية وبكده بنوصل لقاعدة أن الجملة الاسمية بتتكون من مبتدأ وخبر السماء مبتدأ مرفوع على ما ترفعه الضم ما خدناها قبل كده صافية خبر مرفوع على ما ترفعه الضم رأيته المصلين ولا المصلون أنا عايزة أقول لقاعدة بس التاء بتجيب ياء التاء بتجيب ياء الفعل لما يكون في تاء يجيب لنا يقعلته يبقى رأى فعل والتاء تاء الفعل والمصلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر ساب رأيته المصلين هنا اشتريته برضو قلمين ولا قلمان أنا قلت التاء بتجيب ايه؟ بتجيب ياء يبقى اشترى فعل والتاء تاء الفعل ويبقى قلمين برضو مفعول به منصوب الياء لأنه مثناء عايزين هنا صديقا لك أنا عايز أداة تتفهام ما فيش الا كم كم صديقا لك الطائرة في الجو عايزين فعل فعل في الاول تبقى ترتفع الطائرة في الجو او تحلق الطائرة في الجو تبقى دي جملة فعلية طب عندنا فعل كمان تطير يبقى تطير او تحلق او ترتفع ممكن نقول طارت الطائرة في الجو حلقت الطائرة في الجو ارتفعت الطائرة في الجو المنزلان ايه عايزين خبر ولازما يكون خبر مناسب يعني ده مسنة يبقى الخبر مسنة برضو يعني المنزلان جميلان المنزلان رائعان. رأيتوا باقع الايه? ده مضافء ليه بقى؟ باقع الخبزي او باقع اللبني. ماشي? يبقى المضافء ليه بيبقى فيه الف ولام. عندنا رأيتوا باقع اللبني الخبزي الورد. سلمته على طلاب ايه? عايز مضافء ليه برضو. اه سلمته على طلاب العلمي. مضافء ليه بيجي بعد الناكرة? وبيجي بعد الجر والمجرور. يبقى مضافء مجرور وعلى متجر الكسر. انت صديق مخلص. انا عايز بقى انتما مثنى. صديق تبقى صديقان في همد بالالف. وانتما في همد بالالف يبقى مخلصان. انتما صديقان مخلصة. اي نشيطان? عايز مبتدأ مناسب. انا عايز هنا مبتدأ. يبقى الفلاحان برافو نشيطان. ده مبتدأ مرفوع بالالف لانه مثنى. ده خبر مرفوع بالالف لانه مثنى. السماء عايزين تحليل صوتي او مقاطع صوتية. بس ايقى فيها هنا حرف مشدد. فبينكتب مرة بالسكون ومرة بالحركة بالفتحة. يبقى اس سا. اس سا ما او. اس سا ما او. تعالى بقى للاملاء وفي جملة كانت موجودة زمان في منهج سنة تانية ابتدائي. العصفير الصباح في تغرد. دي جملة جميلة جدا لها كازا ترتيب. يعني ما اقول تغرد العصفير في الصباح. واقول في الصباح تغرد الايه؟ العصفير. طب العصفير ها؟ العصفير ممكن اقول العصفير تغرد في الصباح. يبقى مرة تذكرت جملة فعالية تغرد العصفير في الصباح. ومرة تذكرت جملة اسمية العصفير تغرد في الصباح. وممكن احكسها. بدل العصفير تغرد في الصباح يبقى العصفير في الصباح تغرد. جملة جميلة جدا ممكن نرتبها بكذا حاجة لو انت عندك حاجة خمسة حاول فيه عندنا برضو من الجمع الجميل قوي جمع الكلمات المتشابهة في الحروف زي كلمة الحكمة جمعها الحكم جمع الحكيم ايوه الحكماء طب جمع المحكمة اه المحاكم برافو طب جمع الحكم الايه الاحكام ايوه عندنا الشعراء دي انا حدمج الحروف بقى وبرضو نفس الكلام فيها حرفين يبقى لازمة هتبقى شدة ونعرف ضمة او فتحة او كسر من الحرف اللي بعدها تبقى اششعراء اخر حاجة معنا الخط العربي وبقى الكتاني خط النسخ وخط الرقعة خط النسخ انسيابي كبير وخط الرقعة صغير خط النسخ في حروف بتنزل عن السطر في حروف في الرقعة بتنزل عن السطر شوية صغيرين زي الحروف المتجمعه في كلمة جمعة عندنا ده بيتشكل وده ما بتشكلش لازم الخط نكتبه بالراحة وعلى مهلنا خالص طبعا انا بكتب بسرعة علشان وقت الفيديو وعلشان انا خلاص ان شاء الله انت كمان تتعود على الخط وبتشكل لازم خط النسخ يتشكل بيبقى شكله اجمل الزكاء هو القدرته على التصرف السليمي شوف الخط عامل ازاي وشوف الحروف اللي نزل عن السطر شوف بقى الخط التاني اللي هو خط الرقعة اهو خط مقفول وفي شرط بدل النقط الذكاء هو القدرة على التصرف السليم الخط يا جماعة مهم جدا 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 بنستخدمه في اكتر من حاجة كده خلصنا الحصة التسعة تبتم في رعاية الله وحفظ وامن بارك الله فيكم شكرا لحسن استماعكم ويسرنا اندمنكم لقناة متحة نصير التعليمية والسلام عليكم ورحمة الله